المؤسسات الثقافية وده كان موضوع ندوة مهمة عقدت من المجلس الاعلى للثقافة يوم الاحد الماضي الموارد البشرية في المؤسسات الثقافية دي مسألة مهمة جدا وانا عايز اتكلم معاكو ببساطة شوية في الموضوع ده لان ده موضوع مهم جدا الموارد البشرية يعني العاملين يعني الموظفين يعني الكادر البشري اللي بيشتغل في اي مكان لما انا اتصور ان هناك مؤسسات ثقافية زي زارة الثقافة زي مكتبة مصر العامة زي مكتبة اسكندرية اي مؤسسات ثقافية مؤسسات ثقافية دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن مباني منشآت وصول مالية وايضا منتجات بتطلع منتج في الاخر بتطلع كتاب بتعمل فيلم مسرحية بتعمل ندوات مؤتمرات يعني فيه منتجات في الاخر بتطلع من المؤسسة الثقافية اللي احنا بنتكلم عليها المشكلة دايما في الموارد البشرية يعني في الموظفين يعني في العاملين دول مشكلة وحل لو كان العاملون في اي مؤسسة ثقافية ليسوا على مستوى الكفاءة والامكانات والجودة هينهار المؤسسة اللي هم بيشتغلوا فيها تنهار بمعنى ايه؟ تدخل اي مكتب تلاقيه مترهل مفيش صيانة مفيش شغل المبنى الجميل الزاهي اللي انت شفته من عشر سنين ولا سبع سنين ولا حاجة تدخله تلاقيه اصبح مبنى متدهور جدا والسبب ان مفيش قيادة او كوادر بشرية بتقود العمل في هذه المؤسسة نفس الكلام لو انت ما عندكش ناس عندهم جودة من العاملين طب ما عندهمش جودة دول هيتطلعوا ازاي منتج بيعكس هزي الجودة هتلاقي المنتجات بتاعتهم ضعيفة غير قادرة على المنافسة مش موجودة اصل فاذا احنا دايما بنركز على الموارد البشرية وبالاخص القيادات اللي بتمسك المؤسسات دي يعني فوكو ياما زمان اتكلم على ظاهرة اليابان قالهم يا جماعة اليابان دي ما بنتش بعد الحرب العالمية التانية لا بالفلوس ولا بالخطط ولا بأي حاجة بنيت بنوعية القيادات اللي مسكت هزي المؤسسات عرفت تقوم المؤسسات دي على حلها عرفت تشتغل كويس فالقيادة دي مسألة مهمة انت سعب تدخل المؤسسة ما تعرفش مين بيشتغل ايه وعند مين وبيعمل ايه يعني تخش احيانا مؤسسة مفيش job description مفيش توصيف وظيفي تدخل لا تعرف مين بيشتغل ايه ولا ده بيعمل ايه ده كل ده بيضع في العمل الناس مش مدربة الناس مش كف مابتخدش مرتبات كويسة مابتخدش حوافز كويسة مفيش مكافأة مفيش تأدير ليهم لدرجة ان احيانا تفاجأ ان العاملين في اي مكان ما عندهمش الدراية بما تفعله الدولة حتى في المكان ده يعني مثلا روح مكان اسألهم مثلا اي جهاز حكومي او اداري متصل بالثقافة او العمل العام قلوا استراتيجية مصر حول انسان السنة دي اللي طلعت سنة 2021 ايه هي ما يعرفهاش هتلاقي ناس كتير ما تعرفهاش قلهم بعض خطط الدولة حطاها زي مصر 20-30 ما يعرفهاش طب المطلوب من عملك انت ايه عشان تعمل التنمية المستدامة برضو ما يعرفش فاذا عندنا مشكلة المشكلة دي اتناقشت في المجلس الاعلى للثقافة في حلقة نقاشية دعت اليها احدى لجان المجلس اسمها لجنة تطوير الادارة الثقافية وتشريعت المقرر اللجنة هو الاستاذ الدكتور سعيد المصري استاذ علم الاجتماع المعروف والنقاش شارك فيه عدد من كبار المثقفين والخبراء والمهتمين الاستاذ الدكتور احمد زايد مدير مكتب تسكندرية وهو ايضا مقرر لجنة موجة التطرف والارهاب في المجلس الاستاذ سعيد عبدو رئيس مجلس ادارة دار المعارف ورئيس التحدي النشرين المصريين وكلم عن المشكلات النشر اللي موجودة الاستاذ الدكتورة سلوى سابت مكي وهي عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة المستقبل والاستاذ يوسف ورداني رئيس مجلس امناء مؤسسة قدرات مصر ومساعد وزير الشباب والرياضة الاسبق طبعا مجموعة من الخبراء على اعلى مستوى كمان حضروا هذا اللقاء خبراء كتير جدا من مناحي مختلفة كتاب صحفيين واسات الجامعات ومهتمين بقضايا الثقافة في المجتمع المصري وشاركوا في النقاش انا يعني في هذا السياق حاولت بس ان انا افتح معاكم بعض الافكار والقضايا التي طرحت في هذا النقاش ونتطلع دايما الى اصلاح المؤسسات من الداخل واصلاح المؤسسات من الداخل وتمكين المؤسسات من الداخل يعتبر عمل مهم جدا اذا كنا حرصين على ان تكون هناك منتجات جيدة للمؤسسات ولا سيما نحن نتكلم على الصناعات الثقافية احنا بس مش بنصنع اجهزة ومعدات احنا ايضا لدينا صناعات ثقافية ممكن مصر تنافس وتصدر هذه الصناعات وتجلب عملة صعبة ويكون لمصر قوتها الرمزية وحضورها الثقافي المهم والمعنوي في المحيط العربي والاقليمي ويمتد ايضا الى المحيط الدولي ولكن جزء من هذه المشكلة يقع على عب القيادات والموظفيين والكادر البشري الذي يتولى العمل في هذه المؤسسات التي قد تكون مؤسسات جاذبة اذا احسن هذا الكادر العمل وقد تكون مؤسسات طاردة اذا اساء استخدام الوظيفة او لم يستخدم بدرجة كافية الامكانات المتاحة لي